اشتركوا في القناة واصحابه اجمعين ان شهر رمضان المبارك فيه خيرات كثيرة واعظمها شعيرة الصيام قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين خص الله شهر رمضان من بين سائر الشهور بفضائل عظيمة اعظمها ان الله اوجب صيامه اوجب صيامه على المسلمين وان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته قيامه وجاء تحاديث في فضل هذه الاعمال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا اي تصديقا بهذه الفريضة العظيمة فريضة الصيام ولم يصمها من باب العادة ومن باب المجاملة وانما صامها ايمانا بشرعيتها وايمانا بفضلها واحتسابا يعني طلبا لثوابها طلبا لثواب الصيام ثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه فشار رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى بصيامه ما تقدم من الذنوب والتكفير إنما هو لما دون الشرك وما دون الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر فالكبائر فالكبائر كل ما ختم بلعنة ما نهي عنه وختم بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار فهو من الكبائر وأما ما نهي عنه بدون يختم بشيء من هذه الأمور فإنه يعتبر فإنه يعتبر محرما لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة بل هو من الصغائر فالذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر والكبائر تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل منها وتكفر باجتناب وتكفر أيضا تكفر أيضا بصيام شهر رمضان من سام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم يعني ما تقدم قبل رمضان ما تقدم من ذنبه فهذا فيه فضل هذا الشهر وفضل صيامه وإذا دخل شهر رمضان فإن الناس يكونون المسلمين يكونون على ثلاثة أقسام نعم قسم الأول الصحيح المقيم هذا يجب عليه الصيام أداءا في وقته والثاني المريض أو المسافر فهذا إن صام أجزأه صيامه وإن أفطر فلاه الرخصة في ذلك على أن يقضي ما أفطره من أيام أخر وأما الذي لا يستطيع الصيام وهو النوع الثالث لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء مثل الكبير الهرم والمريض المزمن الذي لا يستطيع الصيام ولا يرجى إن له شفاء فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا فدية طعام مسكين لأن يخرج عن كل يوم نصف الصاع النبوي كيلو نصف لأن الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا فقاء ونصف كيلو نصف فيطعم عن كل يوم كيلو نصف تقريبا واحتياطا أيضا هذا هو التفصيل في شأن المسلم إذا دخل عليه شهر رمضان من يقدر على صيامه أداء من يقدر على صيامه قضاء من لا يقدر على صيامه لا أداء ولا قضاء نعم طيب ممكن يشف يعطي أسرة كاملة هذا الكفار نعم يدفع عن رمضان كله 45 كيلو تقريبا طيب 45 كيلو من الطعام سواء دفعها لمسكين واحد أو دفعها لأسرة كله سوى نعم لو أضف لها كرتونين دجاجة فضيلة الشيخ هذا زيادة إذا زاد عليها من يعني من الإدام فهذا مستحب نعم ترجمة نانسي قنقر